منال ايه اللي خلاكي تبقي عفاف وشجعك ان كنتش تشتغلي في الصيد العبقارب ده اولا الشغلة في رمضان وحشني بقالي سنين ما اشتغلتش في رمضان ده نمرة واحد نمرة اتنين المخرج احمد حسن انا اشتغلت معا دور رجعت بيه بعد خمس سنين الحقيقة كان دور حلو جدا ومسلسل حلو جدا مسلسل الاصلي عارض قبل رمضان اللي فات وعمل رو كبير جدا واللوكيشن بتاعه كمخرج الحقيقة تحس انك داخل البيت بيعمل حميمية كده في اللوكيشن بتخليك تبي مبسوطة وانت فيه رغم عدد الساعات الكبير اللي احنا نشغل فوق 18 ساعة في اليوم في اليوم فلما قال لي طبعا ثم غادة عبد الرازق برضو بقالها كتير ما نزلتش على تليفزيون والمصري وانا بحب غادة كممثلها الحقيقة وبهر دي ودار كاسكتسيناريست مكسر الدنيا بقاله 3-4 عصيزة وشركة الانتاج شركة اول مرة تعامل معاها عدت عوامل كتير كل العناصر دي شجعت شجعتني اعمل سيد العقارب برغم ان انا دور اتبعتلي في تريتمنت يعني في اربع ورقات ما كانش لسه تكتب فانا العوامل دي شجعتني ان ادخل من باب انه اكيد مش هيبعتولي دور وحش وابتدينا بقى تباعا الحلقات يجي وحلقة وراء الاخرى طبعا اثناء الشغل لقيت دوري مش كبير بس معقد لكن تأثيره كبير في الدرام فده اللي خلاني اقبل الدور اشتركوا في القناة